موسيقى خلال ترأس اجتماع الحكومة بالعالمين الجديدة مدبولي يؤكد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروع دولة تسخر له كل الإمكانيات غادت جملة جديدة من القرارات للرئيس التونسي الاتحاد العام للشغل يعلن عن خارطة طريق يقدمها لسعيد خلال أيام عون يستكمل مشاورات تشكيل حكومة لبنانية والبرلمان مستعد لرفع الحصنات عن الجميع في قضية المرفأ الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع القومي لتطوير الريف المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء من مدينة العالمين الجديدة شدد مدبولي على ضرورة التنصيق المتواصل بين الوزرات والجهات والأجهزة المعنية بشأن تنفيذ المشروعات المختلفة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري باعتباره مشروع دولة تسخر له كافة الإمكانيات والاعتمادات اللازمة وفي سياق أخر أكد مدبولي على أهمية وضع أليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الأشقاء بجنوب السودان خلال اجتماعات اللجنة العلية المشتركة بين البلدين التي عقدت أول اجتماعاتها مؤخرا وأكد رئيس الوزراء على التوجهات المستمرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتعزيز علاقات التعاون بين مصر وجميع الدول الإفريقية الشقيقة كما تطرق رئيس الوزراء لزيارة رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية للقاهرة مؤكدا استعداد مصر لوضع خبراتها في مختلف القطاعات أمام الأشقاء في الكونغو والتطلع لتوسيع أطر التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة وخلال الاجتماع استعرضت توزيرة الصحة والسكان هالزايد تقريرا حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة كورونا وجهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس وفي مستهل عرضها أكدت توزيرة الصحة أكدت أن معدل الإصابة والوفاية الإسبوعية على المستوى المحلية يشهد انخفاضا خلال هذه الفترة وأشار التازايد إلى أن إجمالية ما سيتم توريده من لقاحات كورونا خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتى نهاية العام ستصل إلى 148.2 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 83.7 مليون مواطن وفي هذا السياق وجه مدبولي بضرورة تكثيف وزيادة التطعيم للمواطنين في الفترة المقبلة وفيما يتعلق بخطة مكاتب تطعيمات كورونا للمسافرين للخارج أوضحت توزيرة الصحة والسكان أنه تم تجهيز 125 مكتبا موزع على محافظات الجمهورية لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ QR Code وذلك لتقديم اللقاحات للمسافرين كما أشارت توزيرة الصحة والسكان إلى الاحتفالية التي نظمتها الصحة العالمية بهدف رفع الوعي بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي والتي ثمنت خلالها جهود التجربة المصرية في التعامل مع هذا المرض لافتة إلى الاعتراف بمصر إقليميا وعالميا كدولة رائدة قدمت الصحة العامة للقضاء على فيروس C نتحول إلى الشأن التونسي حيث أكد الاتحاد العام للشغل أنه يعمل على سياغة خارطة طريق سيقدمها للرئيس قيس سعيد خلال الأيام القادمة مطالبا في الوقت ذاته النقابات بتأمين المؤسسات وبمنع أي تلاعب بوثائقها بيان الاتحاد العام للشغل يأتي غادة إعفاء الرئيس قيس سعيد رئيس التلفزيون الوطني من منصبه وتعيين بديلا مؤقتا له وهو القرار الذي جاء بعدما منعت إدارة التلفزيون مسؤولة في نقابة الصحفيين وناشطا حقوقيا من دخول مبنى التلفزيون للمشاركة في برنامج حوارية وتتوالى قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد لإعادة ضبط الأمور داخل مؤسسات الدولة المختلفة الرئيس سعيد وفي أحدث قراراته أصدر أمرا رئاسيا بإعفاء رئيس التلفزيون الوطني التونسي من مهام منصبه وتعيين بديل له خطوة أرجعها مكتب الرئيس التونسي بسبب منع إدارة التلفزيون لبعض الشخصيات الوطنية من الظهور على الشاشة والمشاركة في أحد البرامج الحوارية ومنها مسؤولة في نقابة الصحفيين وناشط حقوقي بالتوازي مع ذلك يترقب التونسيون تنفيذ تكلفات الرئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة حيث أعلن الرئيس سعيد خلال اجتماعه مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة عزمه إصدار نص قانوني ينظم إجراءات تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة إجراءات عديدة أعلنتها مؤسسة الرئاسة التونسية من بينها أيضا تعليمات الرئيس سعيد للجهات القضائية بفتح تحقيق حول مصادر تنويل حملة الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في عام 2019 وخصوصا مصادر تنويل حركة النهضة الإخوانية وحزب قلب تونس وقائمة عيش تونسي قرارات جريئة يتبناها الرئيس التونسي وتمثل مطلبا ملحا من التونسيين الذين باتوا يعانون ظروفا اقتصادية صعبة ووضعا سياسيا لم يسفر عن أي جديد للتونسيين وبينما يترقب الشرع التونسي خلفا لرئيس الوزراء المقال هشام المشيشي خرج الأخير معلنا أن البلاد قد دخلت في مرحلة جديدة وأن مستقبلها سيكون أفضل المشيشي نفى كذلك ما رددته وسائل إعلام تابعة للإخوان بتعرضه للضغط لكتابة استقالته وفي السياق الليس ببعيد أعلنت مصادر قضائية تونسية أن التحقيق مع حركة النهضة لتلقيها أموال من الخارج يقتضي التعاون مع جهات قضائية أجنبية يأتي ذلك غداة إعلان القضاء التونسي بفتح تحقيق مع ثلاثة أحزاب من بينها حركة النهضة بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء انتخابات عام 2019 تطور يأتي بالتزامن مع إعلان هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين شكري بالعدة ومحمد البرهامي أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يشرف على جهاز تجسس على الصحفيين والسياسيين كانت هيئة الدفاع قد دعت إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورد في الاغتيالات السياسية ورئيسها راشد الغنوشي من جانبها قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عابير موسي قالت إن حركة النهضة تعقد اتفاقات مشبوهة متهمة رئيس الحركة الراشد الغنوشي بتشكيل تنظيمات إرهابية وأضافت تعابير موسي بأن الملفات التي فتحها القضاء ضد الفاسدين قديمة للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أبو بكر الصغير الكاتب الصحفي أهلا بحضرتك معنا على الهواء مباشرة البداية من تصريحات المشيشي من أن البلاد دخلت مرحلة جديدة وأنه لم يتعرض للضغط من أجل تقديم استقالته كيف تقرأ هذه التصريحات في هذا التوقيت؟ بمساء الخير أعتقد أنه هو تصريحة جديد لما نشرته أحتى المواقع المشبوهة التي تخدم أجندة سياسية معينة في تار الضرب هذه الحركة التي وقعت في 25 يوليو وإجازها المعد بنشر الإشعاعات والأكذيب المشيشي كان واضحا أنه قال لم يتعرض للضرب ولم يجبر ولم يهدد بأي سلاح من أجل تقديم استقالات وبالتالي حسمت الأمور أعتقد هناك أطراف خارجية وهي معروفة لفائدة في ذكرها لم تعجبها ما الحركة التي وقعت في تونس لإنقاذ تونس من هذا الظلام الذي دخلت فيه منذ تقريبا أكثر من عشر سنوات ونصرة لعملاء هنا من الأخوة المسلمين وبالتالي فهي دأبت على ترويج مثل هذه الأخبار والأكاذيب والإدعاد الباطلة التي من شأنها أن تشويشها على الرأي العام في تونس وكذلك تسيب لصورة ما وقع يوم 25 يوليو وبالتالي السيد هشام مشيشي كان في مستوى مسؤوليته كرجل الدولة وكذب هذا الخبر ونفاهه كما كذب أخبار أخرى قبلها بخصوص روجتها أحد القانوات التليفزيونية حول شخصه وأنه رفض الاستقالة وأنه تمسك بحكومته إلى آخرين أعتقد هذا شيء طبيعي من قبل قوة هي معادية لكل ما تأمله الشعوب من خير وما تطمح إليه بما هو أحسن بالنسبة لغدها تونس اليوم في لحظة فارقة من مسيرتها فهي تعيش يومها الرابعة بدون حكم الأخوان لو تتأملين وجوه التونسيين في الشارع فهي تغيرت تماما فهناك نوع من الشراح ونوع من الريحية وكفاؤل بأن غدهم سيكون بلا شك أفضل طيب يعني الساعات القليلة القادمة تحمل بالجديد لتونس قرارات يتبعها قرارات من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد هي قرارات في محلها قرارات بشكل أو بآخر تحجم النهضة الإخوانية وتحجم هذا الحزب بشكل أو بآخر هنا الإخوان في تونس ما موقفهم في ظل هذه القرارات والأحزاب التي كانت متوافقة معهم ما هو الحال الآن؟ أعتقد أن عامل وقت مهم بالنسبة لهذه الحركة الإخوانية وهي تدرك أن كل ساعة تتقدم إلا هو تزداد عزلتها وينكشف أمرها ويزداد غضب الشعب ضدها أعتقد أن ما يتم الكشف عنهم من هذه الإجراءات في خصوص دائرة المحاسبات في خصوص طفحات كما أشرت المضعين لهاية الدفاع عن شهيدين محمد إبراهيم وشكري بالعيد من أن النهضة جهاز السري كان يتجسس على مؤسسات وحتى على الدول لا فائدة في ذكرها فهو دولة داخل الدولة وكذلك ما سيكشف عنه تقريب دائرة المحاسبات من تورط بعض نواب النهضة في تمويل حملتهم الانتخابية بأموال خارجية أعتقد أن المرحلة القادمة حملة للكثير من الجديد ومن التطورات بالنسبة لتونس وهي بلا شك إيجابي بالنسبة للشعب التي تؤكد أنه عندما لفظ هذه الحركة وحسم في أمرها لم يخطأ حتى أن تأخر الأمر كل هذه السنوات تونس بالفعل هي تنهض من جديد وتحاول أن تلملم ما دمر خلال حكمهم وخلال تسلطهم على أجهزة ومؤسسة الدولة وبالتالي أعتقد أن الخادم سيكون أفضل بكثير مما كان وكيف تقرأ أيضا الجزء الخاص بإصدار نص قانوني ينظم إجراءات تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة سيد أبو بكر هذا النص أثار الكثير من جدل لأن اليوم هناك توجه صداع العام من المهم الدولة أن تسرجع أموالها ولكن ليس قبل سنة 2011 لأن ما نهب في عهد حكم الأخوان خلال العشر سنوات الكثيرة هو عشرين مرة أكثر مما نهب قبلهم في عهد الأنظمة التي يسيفونها بالدكتوري والإستداد أعتقد أن إذا بالفعل الدولة تريد أن تكون في عملية شفافة لها مصدقية أن تشمل هذه العملية كل فترات السنوات الأخيرة بما في ذلك هذه العشرية التي تصلت فيها الأخوان نهيك سيدة يانا تورس تحصلت تقريبا على 100 مليار دولار من القروض والمساعدات والهبات وقد أشرت إلى ذلك السيدة عابير موسي لا نرى لها أثرا في أي إنجاز ولو قسم واحد في مدرسة أو سرير في مساشفة أو كيلومتر واحد من الطرقات المعبدة لا ندري أين ذهبت هذه الأموال الناس كل تعلم أنها ذهبت للبيات الفساد لهؤلاء السياسيين لشراء الزمام إلى خير أعتقد هذا كذلك جانب مهم فيما يتعلق بسرجاع الدولة لأموالها من الأشخاص الذين نهبوا بها كما تسرجعها من الذين قاموا بذلك في العهود السابقة نعم إذن الساعات القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للتونسيين أشكرك شكرا جزيلا أبو بكر صغير الكاتب الصحفي شكرا لك بحث وزير الخارجية التونسية أثمان الجراندي مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد النهيان بحث تطورات الأوضاع في تونس وخلال اتصال هاتفي أجره وزير الخارجية الإماراتية مع نظيره التونسية أكد بن زايد دعم الإمارات لتونس في ظل التطورات التي تعيشها حاليا وذكر مكتب وزير الخارجية الإماراتي عبر تويتر ذكر أن الجراندي أطلع نظيره الإماراتي على آخر التطورات في تونس ومن جانبه عبر بن زايد عن ثقته ودعم دولة الإمارات الكامل لتونس وتضامنها معها في مجابهة التدعيات الصحيحة والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا إلى الملف اللبناني حيث يستكمل الرئيس اللبناني ميشيل عون بحث تشكيلة الحكومة الجديدة مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وذلك وفقا لما أعلنته الرئاسة اللبنانية كان عون قد استقبل في وقت سابق أمس رئيس الحكومة المكلف لبحث تشكيل الحكومة الجديدة وذلك عقب انتهاء لقاءات ميقاتي مع ممثلي الكتل النيابية من ناحية أخرى قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن البرلمان اللبناني على أتم الاستعداد لرفع الحصنات عن الجميع من دون استثناء في قضية انفجار مرفأ بيروت جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اللبنانية أن ما تتدوله بعض وسائل الإعلام من رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أعطاء الإذن بملاحقة مدير أمن الدولة في قضية انفجار مرفأ بيروت عار تماما من الصحة وأضاف المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء اللبنانية أضاف أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قالت إن صلاحية إعطاء الإذن منوط بالمجلس الأعلى للدفاع وقد تم إبلاغ المحقق العدلي بهذا الأمر ونتحول إلى العراق حيث اختتم رئيس الوزراء مصطفى القادم زيارته للولايات المتحدة والتي استمرت عدة أيام وذكر القادم في تغريدة له على تويتر ذكر أن زيارته إلى الولايات المتحدة كانت ناجحة معلنا الاتفاق على نقل العلاقات الأمنية إلى التدريب والمشورة وعدم وجود قوات قتالية أجنبية بنهاية العامة هذا وأضاف القادم أنه يتطلع إلى تعزيز التضامن مع الولايات المتحدة لخدمة الشعب العراقية معربا عن أمله بتواصل مستمر مع الرئيس جو بايدن لتكريس قيم التعاون والحوار ميدانيا لقيا خمسة عسكريين عراقيين مصرعهم إثر تحتم طائرة مروحية بمحافظة صلاح الدين وأفد مصدر أمني أن الضحايا من بينهم ضابطان مشيرا إلى أن العسكريين الخمسة هم من سلاح الجو العراقي من جهتها نعت قيادة العمليات المشتركة ضحايا الخمسة الذين لقوا مصرعهم أثناء سقوطها قرب مدينة أمريلي خلال تأديتها لمهمة قتالية أحبطت قوات الجيش اليمني هجوما لقوات الحوثي استهدف عناصر الجيش في مدينة تعز مخلفة خسائر فادحة في صفوف قوات الحوثي ولقي عدد من عناصر قوات الحوثي مصرعهم أثناء الاشتباكات بعد محاولة تسلل باتجاه مواقع الجيش في معسكر الدفاع الجوي شمال غرب المدينة كما أصفرت الاستهدافات عن تدمير أليات ومعدات تابعة لقوات الحوثي فضلا عن مقتل العشرات شهد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد والمستشار النمسوي سبيستيان كورتز التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين كان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وصل إلى فيينة في زيارة رسمية للنمسا يبحث خلالها علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية من جانبه أكد مستشار النمسا تطلع بلاده للعمل مع الإمارات بشكل وثيق لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية مشيدا بجهود الإمارات في مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهاب أكدت الولايات المتحدة دعمها لخطة منظمة الصحة العالمية وذلك لإجراء دراسة إضافية حول أصول فيروس كورونا جاء ذلك وفقا لما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان لها خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكن والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم في الكويت وشدد وزير الخارجية الأمريكية على ضرورة أن تستند المرحلة التالية إلى الأدلة التي تتسم بالشفافية بقيادة الخبراء وضمان خلوها من أي تدخل مؤكدا أهمية اتحاد المجتمع الدولي لمعالجة هذه المسألة الحاسمة سجلت سيدني أكبر مدن أستراليا زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المحلية وحضرت من تفاقم التفشي هذا وسجلت ولاية نيو سوث ويلز نحو 239 حالة إصابة محلية في أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة رغم تمديد العزل العام في سدن عاصمة الولاية هذا وسعت السلطات للاستعانة بالجيش في تطبيق عزل عام مفروض على المواطنين وقالت رئيسة وزراء الولاية إن عدد الوفيات بالولاية ارتفع إلى نحو 13 والعدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 921 يأتي هذا فيما سجلت الهند 43509 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وقالت الحكومة الهندية إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع ليصل إلى 31.53 مليون إصابة كما أعلنت عن تسجيل 640 وفاة جديدة جراء كورونا ليصل إجمالي الوفايات منذ بدء الجائحة إلى 422.662 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 3.769.608 حالات يأتي ذلك بعد تسجيل ما يقرب من 3520 إصابة جديدة قالت البيانات إنه تم تسجيل 10 وفايات جديدة جراء كورونا مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفايات إلى 91.700 وفاة سجلت العاصمة اليابانية توكيو رقما قياسيا لإصابات كورونا لليوم الثالث على التوالي لتلامس 4000 حالة جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه كبير مستشار الحكومة اليابانية لمكافحة فيروس كورونا قال إن بلاده تواجه أخطر وضع منذ بدء الجائحة مشيرا إلى أن التطعمات ضد كورونا ستساعد في احتواء الفيروس لكن العديد من العوامل تهدد بالنسب في مزيد من الارتفاع في معدلات العدوى بما في ذلك انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى والألعاب الأولمبية وبالإضافة إلى عدد من القيود المفروضة في مواجهة فيروس كورونا أعلنت روسيا رصد ما يقدر بـ 800 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا مسجلة من جديد أعلى حصيلة للوفايات والتي سبقت أن سجلتها ثلاث مرات في الشهر الماضي يأتي ذلك وسط زيادة في إصابة كورونا تعود إلى السلالة دلتا شديدة العدوى وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة أكد تسجيل ما يقرب من 23.270 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الأربعة والعشرين الماضية منها ما يقرب من 3356 في موسكو قررت سلطنة عمان أنها تمدد الإغلاق الليلي لاحتواء انتشار فيروس كورونا بما يشمل تقييد التنقلات والأنشطة التجارية في الفترة من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا وبدأت حالات الإصابة بكورونا ترتفع مجددا في عمان بعد تراجع مضطرد منذ منتصف يونيو الماضي وسرعت عمان خلال الشهرين الماضيين سرعت من وطيرة حملة التطعيم حيث ارتفعت تسبة المطاعمين إلى 35% بحلول الثامن من يوليو الحالي لقيافة لبنانية يبلغ من العمر 15 عاما لقيا مصرعه خلال مشاركته في عمليات إخماد حرائق ضخمة نشبت في مناطق بشمال البلاد في وقت تواصل فيه الأجهزة المعنية محاولة احتواء النيران لليوم الثاني على التوالي وأفاد الصليب الأحمر اللبنانية بنقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى وتلقي نحو 25 آخرين علاجهم ميدانيا بينما تم إخلاء 17 شخصا حيث تجاوز الحريق في منطقة تاكار مساحة 11 كيلو مترا ليمتد إلى محيط منازل سكنية وأراضي زراعية كثفت السلطات اليونانية جهودها لاحتواء حرائق الغابت في شمال شرقي البلاد وظلت خدمة الإطفاء في حالة تأهب طوال الليل وأمرت فرق الإطفاء بإخلاء عدد من قرى المنطقة كإجراء احترازي وأفادت خدمة الإطفاء بأن الوضع تحسن بالقرب من قرية دروسيا ومع ذلك تم تكسيف العمليات لإخماد الحريق موضحة أنه يشارك في عمليات الإطفاء ما يقرب من 180 من رجال الإطفاء وثمان وحدات أرضية ومروحيتان وطائرتان أعلنت السلطات البلجيكية أن الحصيلة الرسمية لضحايا الفيضانات التي ضربت شرق وجنوب شرق البلاد قبل إسبوعين وصلت إلى 38 شخصا بينما لا يزال شخص واحد مفقود وأوضحت السلطات المحلية في جنوب البلاد أن عدد الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى يتجاوز الخمسة عشر ألف بينما لا تزال التكلفة النهائية لإعادة أمار المناطق المتضررة غير معروفة على وجه التحديد قالت السلطات الصينية أن عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان بوسط البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى 99 قتيلا يتي هذا في حين لقي 26 آخرين مصرعهم في منطقتين نائيتين بعاصمة مقاطعة خنان يذكر أن مدينة تشينكتشو عاصمة مقاطعة خنان قد تعرضت لسقوط أمطار قياسية قبل 9 أيام وغمرت مياه الفيضانات شبكة متر الأنفاق بالمدينة مما أصفر عن مقتل 14 شخصا وحولت شوارع المدينة إلى أنهار متدفقة أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أصدرت تحذيرا من احتمال توسنامي عقب زلزال بقوة 8.2 من 10 درجة ضرب شبه جزيرة ألسكا وأعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أعلن وقوع الزلزال على بعد 106 كيلو مترات جنوب شرق مدينة بريفل وعلى عمق 35 كيلو متر مشيرا إلى احتمال حدوث موجات توسنامي تشمل الأراضي الأمريكية في جواب وجزر ماريا الشمالية الواقعة في المحيط الهادئ وإلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة تفقد نائب محافظ بن سويف عاصم سلامة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ناصر يأتي ذلك ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزار نائب محافظ بن سويف مجمع الخدمات الجاري إنشاؤه بقرية بهبشين حيث يتم حاليا صب أعمدة الدور الأرضي بالمجمع وذلك ضمن إنشاء ستة مجمعات خدمية بالقرى ومدرسة قرية دانديل للتعليم الأساسي والتي تضم 11 فصلاً حيث تم الانتهاء من 65% من الإنشاءات حتى الآن كنا في الأول النهاردة الصبح في قرية بهبشين عدينا على المشروعات التي كانت موجودة فيها وشوف نسب التنفيذ والنسب الإنجاز الموجودة عدينا على مشروعات مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية وكان نسب الإنجاز تتجاوز حوالي 25% النهاردة نحن دلوقتي قدام مدرسة من ضمن المشروعات في قرية دانديل قرية دانديل اللي وحدها فيها ما يقارب حوالي 12 أو 14 المشروع هيتم إنجازه في إطارهم البضرة المدرسة اللي احنا مقدامة النهاردة دي مدرسة تعليم أساسي فيها طاقة حوالي 11 فصل والحمد لله نسب الإنجاز فيها وصل حوالي 50% يعني تقريباً نقبل أن على بداية السنة العام الدراسي الجديد إن شاء الله هتكون مدرسة داخلة في التشغيل وهتستقبل أبنائنا الطلاب أكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة أحمد زكي عبدين أكد أن إنشاء العاصمة له عدة أهداف مهمة ومن أبرزها تخفيف التكدس عن القاهرة والتي باتت تضم ما يقرب من عشرة ملايين نسمة بما يضغط على المرافق والطرق جاء ذلك خلال زيارته لزيارة لوفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة حيث استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة تفاصيل ذلك المشروع الضخم أحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية وقدم أعضاء التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لرئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة قدموا له درعة تنسيقية تكريما لمجهوداته نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار السلع التموينية تزامنا مع رفع أسعار البنزين وقد قام إعلامي مجلس الوزراء بتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي شددت على استقرار أسعار السلع الغذائية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي دون أي زيادة مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة موضحة أن عمليات نقل السلع الغذائية بين المحافظات تتم عبر شاحنة نقل تعتمد معظمها على منتج السولار والذي لم يشهد تحريك في أسعاره تنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار أن مبادرة التمويل العقري الجديدة تهدف إلى دعم المزيد من شرائح المجتمع وتوفير المسكن الملائم للمواطنين من شريحتي محدود الدخل ومتوسط الدخل وذلك بقروض تمويلية ميسرة للغاية وأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجلة وأضف الوزير أن جهات التمويل تقوم باستقبال العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقري الجديدة وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقري المشاركة بالمبادرة وذلك بسعر عائد يصل إلى 3% متناقص وفترة سداد تقدر بـ 30 عاما هذا ويتم تنفيذ مبادرة التمويل العقري الجديدة لتوفير المسكن الملائم وتم تخصيص 100 مليار جنيه بموجب مبادرة التمويل لتستهدف شريحتي محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بقروض تمويلية ميسرة للغاية وبأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل موسيقى 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 أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويسة يحيى زكي أعلن عن نجاح المباحثات مع الجانب الروسية بشأن توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة يأتي ذلك في ختام زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعاصمة الروسية موسكو وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة أنه سيتم توقيع العقد النهائي بنهاية العام الجاري لتأسيس شركة لإدارة المنطقة الصناعية الروسية من جانبه قال النائب الأول وزير الصناعة والتجارة الروسية فاسيلي أسماكوف قال إن منطقة قناة السويس تتميز بموقعها اللوجستي الفريد في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف العمالة الفنية المدربة والذي يأتي مواكبا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أكدت وزيرة التجارة وصناعة نيفين الجامع أن الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة ولتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة لاستعراض خطة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تنمية وتطوير مراكز التدريب الفني والمهنية أكد وزير الزراعة السيد القصير على جهود الدولة في تطوير قطاع الأمصال واللقاحات البيطرية مشيرا إلى التوسع في هذا القطاع لحماية الثروة الحيوانية وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية للسوق الخارجية جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة مع رئيس مجلس إدارة شركة ميفك المصرية الأمريكية المشتركة ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيمين الأمريكية وخلال اللقاء أكد ممثل الشركة الأمريكية أكدوا عن رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم بمصر في مجال الأمصال واللقاحات البيطرية قال وزير الموارد المائية والرئي محمد عبد العاطي أن التعاون مع دولة جنوب السودان يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة جاء ذلك خلال مباحثات وزير الرئي مع نظيره بدولة جنوب السودان ماناو بيتر والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة اللقاهرة حاليا وأكد وزير الرئي على العلاقات الوطيضة التي تربط مصر وجنوب السودان مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها والبرامج الزمنية للمشروعات المخطط تنفيذها بما يعود بالنفع على مواطني البلدين وإلى أخبار البرصة المصرية أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تبايننا بأداء المؤشرات هذا وسجل رأس المال السوقي مستوى يقدر بـ 701 مليار و600 مليون جنيه حيث تراجع مؤشر EGX30 بنسبة تقدر بـ 25% ليغلق عند مستوى 10742 نقطة بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان ارتفع بالنسبة تقدر بـ 1.97% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة هذا وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بالنسبة تقدر بـ 1.22% ليغلق عند مستوى 3696 نقطة وللمزيد من المتابعة والتحليل للبرصة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف دكتورة عصمت ياسين خبيرة أسواق المال دكتورة عصمت بداية بعد التحية كيف تقيمين أداء البرصة المصرية اليوم على صعيد المؤشرات الرئيسية والثانوية حضرتك أهلاً بالتلفزيون المصر الحقيقة هذا المؤشرات الرئيسية أدت بدأ إيجابي بالرغم أن يكون فيه ترقى على المؤشر الرئيسي إلا أننا لسا من ساحة المقاومة عند 10.000 أحنا تراجعنا لأن فيه لسا الحرقة لسا لازالت ضعيفة على الدنك التجاري الدولي هو يعتبر السهم اللازل هو السهم السيادي على المؤشر الرئيسي لكن بالنسبة المعاشر السابعين ومعاشر مية واللي هم بنقدر نقيس بيهم حركة المضاربات وحركة المؤسسات المصرية والأفراد فهو الوقت المعاشر السابعين الحقيقة أنه من من تدشين ومن مارس في عشرين عشرين وهو بيحقى مستويات كميلة ومسحة أعزاء إيجابي وبيعكس بشكل إيجابي حركة الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل السوق المصري النهارة نحن بالحقى مقاومة جديدة نيوهاي بالنسبة المعاشر السابعين ومنطقة الأفراد سبعمية دي أول مرة يتخطها وهو خلال الأسبوع كله كان بأداء إيجابي جداً خلال الأسبوع هققى أكتر من تربط وأكتر من مستهدف حتى لو حشوفنا مع المنتصف الأسبوع القادم بعد زياد كاني الأرباح على الأسهم الصغيرة والمتوسطة ده مش هيكون مخيف بل بالعكس هيكون صحيح للمعكس لأن نحن نستي نطلع تاني بشكل قوي النهاردة شوفنا قطاع الإسكانات بيتحرك بشكل إيجابي جداً ومن قطاع السياحة بدأ يتحرك بشكل إيجابي لا تنساش أننا الآن عندنا تفرف الحركة السياحية بعد أعلان روسيا بأننا عودت الطيران مع مصر ومع وجود السياحة جديدة لأن فيه توضر سمحة تعرف المنطقة فإننا دلوقتي بقينا الدولة الأقرب أنها تستقطب زي السياحة فيروبا درت النفاع بالنسبة لنا وشايفين الحركة الإيجابية فعلاً بتنعجس على أداية الأسهم القطاع السياحي لسه عندنا قطاع الأغذية ما أخدش الأداية الإجريسة ولكن عندنا منقرنا في قطاع الرعاية الصحية والطبية كل الأسهم تقريباً مش هقدر أقول إن هو سهم واحد لا هو تقريباً مجموعة الأسهم وقطاع الطبي كل نهاردة قد تتحرك بشكل إيجابي نقدر نقول إنها أداء تجميعي أكتر من إنها مضاربات فدي بزدي أن فيه هيكون فيه زخم قوي إن شاء الله الفترة القادمة في هذا القطاع كان عندنا في الفترة الماضية مع أول الشهر كان عندنا أسهم قطاع الرقم كانت محققت فرص سعرية قوية فطبيعي كدنا نشوف النهاردة فيه عليها جاني أرباح دقيادة السهم الـ الـ انت برضو مش هقدر يخوفنا ولا هيكون معيق للحركة الإيجابية بل هو هيكون صراحة محارب لحد ما يقدر المؤشر رئيسي يتخطى منطقة 10.800 وخذي بالحر ده كان منطقة 10.800 10.900 ده يعتبر منتصف الاتجاني لخبط منتصف النزلة اللي نزلها من عنده مطقة 11.000 فدي إن شاء الله هتبتين سجينا قوة شرائية ودفع إن احنا نبسي وانسينا هنعطي منطقة 10.920 9.935 اللي هتبتين قوة كبيرة أوي على الأسهم القيادين بلو شف مهمة أوي نحن نحرك بلو شف هتبتين مشو متهدفات نيوهاي كتير في المراشر إذن هذا هذا الأداء بشكل عام يؤكد استقرار أسواق المال وذلك نتيجة يعني الإصلاحات الاقتصادية والإشادات العالمية بمتانة الاقتصاد المصري وتعافيه وتعامل مع جائحة كورونا كنت معنا هاتفيا دكتورة عصمت يسين خبيرة أسواق المال شكرا لك استقبل رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد عبدالوهاب استقبل سفير اليابان لدى القاهرة نوكي ماساكي وذلك في إطار العقاد الاجتماع الأول للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار والتي تم تتشينها خلال فعالية الدورة السابعة لقمة مؤتمر توكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا وخلال الاجتماع أكد رئيس هيئة الاستثمار حرصه على تحقيق الاستفادة القصوى من اللجنة المشتركة بين مصر واليابان من أجل تحقيق التكامل بين هيئتي تشجيع الاستثمار في البلدين بالإضافة إلى دراسة الفرص القائمة لدخ المزيد من الاستثمارات الجديدة من اليابان إلى مصر تنفذ الدولة خطة إصلاحية هيكلية تشمل قطاعات اقتصادية عدة ومن أبرزها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول هذا وأصفر المشروع عن توفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية والمساهمة الإيجابية في إرادات الموازنة العامة للدولة خطة إصلاحية شاملة عمدت على تنفيذها الدولة بهدف تطوير وتحديث قطاع البترول وهو المشروع الذي ساهم بدور كبير في النجاحات التي تم تحقيقها في جميع أنشطة الصناعة البترولية المصرية خلال الفترة الماضية والتي يأتي على رأسها تحسن الإنتاج في عام 2016 تم إطلاق مشروع التطوير وتحديث قطاع البترول الذي شامل عدداً من الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة المتغيرات والتحديات العالمية والمحلية في صناعة البترول برنامج المشروع تضمن جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وبرنامج الإصلاح الهيكلي وأيضاً التنمية البشرية بالإضافة إلى تحسين أنشطة برنامج التكرير وبرنامج تحسين أداء الأنشطة الإنتاجية وبرنامج تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة فضلاً عن برنامج دعم واتخاذ القرار مشروع طموح أسمر عن توفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية فضلاً عن كونه أصبح مساهماً إيجابياً في إرادات الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى مساهمته في زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية كما أن مشروع تطوير وتحديث البترول يضع القطاع على مصاري التمييز والانطلاق والاستدامة باعتباره مبادرة رائدة تعمل على استشراف المستقبل وتركز على تعزيز القدرات الإنتاجية والبشرية والتكنولوجية حتى يتمكن القطاع وكوادره من أداء دورهم بفاعلية ومواكبة الرؤى الطموحة للاقتصاد المصري أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن انطلاق البرنامج التدريبي الصيفي لشباب الدارسين المصريين بالخارج في الهيئة العامة للاستثمار يأتي ذلك ضمن برامج تدريب التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية والشركات الخاصة في مجالات متعددة بهدف توفير الخبرة العملية والميدانية المطلوب لدارسين بالخارج من جانبها قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم إن الدارسين الحاصلين على فرصة للتدريب بهيئة الاستثمار وفقا لتخصصاتهم العلمية تم تقسيمهم لأربع مجموعات وذلك حتى يستطيع المتدرب الإلمام بأكبر قدر ممكن بما تقدمه الهيئة من خدمات يزوره هذا وقد بدأ وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصية بدأ زيارته لدولة اليونان وذلك في إطار فعاليات النسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية إحياء الجذور واستكمالا للمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية بالعاصمة القبرصية نقوسيا عام 2017 من جانبها أكدت توزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم أكدت ضرورة نقل هذه المبادرة إلى الجيلين الثاني والثالث من شعوب الدول الثلاث ومن هذا المنطلق جاء التوافق على فعاليات النسخة الرابعة لتعرف الشباب على معالم الدول الثلاث والقواسم التاريخية المشتركة والتأكيد على مفهوم الجذور المصرية تأهل السباح المصري يوسف رمضان لنصف نهاء سباق 100 متر فراشة بعدما أنهى الترتيب العام في المركز الرابع عشر في أولمبيادي توكيو 2020 وأنهى يوسف سباق رقم 5 من المنافسات في المركز الثاني خلال 51.67 ثانية ليبلغ نصف نهائي كما حصل منتخب مصر لسلاح الشيش سيدات على المركز الثامن في دورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 وجاء ذلك عقب خسارة منتخب سيدات سلاح الشيش أمام المجر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن بنتيجة 45.28 ومن أولمبيادي توكيو 2020 انتهت أخبار الثالثة ولا يتبقى سوى تذكرة لأهم ما جاء فيها من عنوين خلال ترأسه لابتماع الحكومة بالعالمين الجديدة مدبولي يؤكد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروع دولة تصخر له كل الإمكانيات غادة جملة جديدة من القرارات للرئيس التونسية الاتحاد العام للشغل يعلن عن خارطة طريق يقدمها لسعيد خلال أيام عون يستكمل مشاورات تشكيل حكومة لبنانية والبرلمان مستعد لرفع الحصانات عن الجميع في قضية المرفع ختم ونشرتنا دمتم في رعاية الله وإنها